السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موعدنا اليوم مع كذبة إسرائيل كذبة إسرائيل اليوم خاصة بالبطل المصري رفعة علي سليمان الجمال إسرائيل بعد أن نجح مسلسل رأفة الهجان في التلفزيون المصري في أواخر الثمانينات وأوالي التسعينات بأجزائه الثلاثة نجد أن صحيفة معارف تقول أن الهجان عميل مزدوج تقول أن الهجان عميل مزدوج وأنه قام بخدمة إسرائيل نجد أن رجل مخابرات المصري السابق محمد نسيم المعروف بنديم قلب الأسد الذي علم الهجان وكان له دور كبير في تعليمه أسس التعامل مع العدو الصهيوني المهم محمد نسيم يقول أن رأفة الهجان أو رفعة الجمال أنشأ شركة بترول في مصر وألمانيا فكيف يقوم عميل مزدوج يحب إسرائيل أنه يستثمر في مصر أيضا يقول أن عمل قومي كرأفة الهجان وهو المسلسل رأفة الهجان هذا العمل ليس من اختراع التلفزيون المصري ولكن صالح مرسي كاتب هذا العمل البطولي أخذ إذن المخابرات المصرية وبعد موافقة المخابرات المصرية تم تمثيل هذا المسلسل في مسلسل تلفزيوني من إخراج يحيى العالمي وبطولة محمود عبد العزيز الذي كان يقوم بدور رفعة الجمال أو رأفة الهجان وأيضا لا ننسى أن جريدة الأهرام من حوالي 30 سنة قامت بعرض المذكرات الرسمية بخط يد رفعة الجمال التي كتبها لزوجته الألمانية ومن ضمن هذه المذكرات بخط يده يقول أنا مصري ومسلم وأحب الوطن هذه هي قصة رأفة الهجان الحقيقية ورأفة الهجان ليس أكذوبة كما تقول إسرائيل